السلام عليكم ازايكم مفنانين عاملين ايه يا رب اكونوا بخير معكم كريم عادل ازاي ما عدتكم الفيديو اللي فات ان شاء الله النهاردة اشرح لكم ازاي نقدر نرسم البشرة بالوان البستل الموضوع يكون بسط جدا ان شاء الله فيديو مش هكون طويل اولي 10 دقيقة او 11 دقيقة في الرنج ده عشان تستفادوا يا شباب اقصى استفادة لازم تتفرجوا على الفيديو كامل من البداية للنهاية هو 10 دقيقة مش كتير بتعلم النهاردة ان شاء الله تكنيك البستل عشان ما اطولش عليكم في الكلام قبل ما نبدأ لازم افكركم طبعا لو انت لسه جديد في القناة ما تنساش تنزل تشترك حالا من الزر اللحمر ردحت الفيديو مكتوب على الاشتراك او سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان تبقى من فريق الاشعارات الكبير بتاعنا اللي اول ما بينزل الفيديو بيعملوا لايكات وكمنتات دايما وطبعا ما تنسوش تدعموني بلايك على الفيديو لان هو ده اللي بيشجعني ان اكمل معاكم عايزين نوصل الفيديو ده اقصى عدد ممكن من لايكات شباب كل اللي اتفرج اعمل لايك لان فيه شباب يتفرجوا وبانسوش اعملوا لايك انشان ما اطولش عليكم بقى يالا يبقى مخصوش بالسرح في البداية فانيين هبدأ استخدم قلم البستل مش الصبا وهبدأ براها اعمل تظليم من الجانب الغامق عشان اخذوا البر على الجانب الفاتح كما ترون في الصورتين الاضاءة عندي موجودة في نص الجبهة يعني في نص القورة عندي تمام فبالتالي لازم ابدأ من الجنب كما بدأت في الوجه التاني اللي على الشمال ده بدأت من الجنب اليمين وسيح نحية جوه زي ما انتم شايفين كده طبعا اداة التسيح او طرق التسيح اللي ممكن استخدمها في البستل هو صباعي ده اول حاجة زي ما انشفت من شوية ولست هتشوف في الوقت اهو بعمل بصباية براها خالص اما اداة التسيح اللي انا اتكلمت عنها في الدروس اللي فاتت اللي هي بتكون بسن كويتش كده او جلد منطاط دي بكون ممتازة جدا بس خصوصا في المناطق الصغيرة او مناطق رفاعة زي ما انتم شايفين احنا بنتكلم انا ظللت المنطل على الشمال كلها بدأت اعمل الغامق ناحية القورة او الجبهة من الشمال من ايدي الشمال هكرر نفس الكلام من الجبهة او من ناحية اليمين بستخدم الدرجة اللي هي الجامل الفاتح دي اللي هي المسفرة شوية ما دينا تأثير الاصفر لكن مش اصفر صريح طبعا نصيحة في اني وحنا شغلين في البرتريف اي خامة سواء الوان خشب الوان بستل الوان زيت ما نحطش اصفر صريح في البرتريف لو نحط اصفر نستخدم الاصفر الجملي اللي هو اللي في اداية ده دلوقت ابدأ حط الاضاءات بقى اللي في الجبهة دي بألم البستل الابيض ده ماركت فيبر كستل الالم اللي لا استخدمت في البداية ماركت وركسون الالم ده ممتاز برضو انا بستخدمه في درجة البشرة موجود منه طائم كابنة في درجة البشرة لو حبيت تشتروها هتلاقوه في مكتبة الراوي براها خالص وبدأ ادمج الاضاءة البيضة دي مع التزليل اللي جنبها بحيث ما تبقاش كاينها يعني عشان اوصلها لكم ببعنة اصح ما تبقاش كاينها بقعة بيضة في القورة لا احنا عايزين الاضاءة البيضة دي يا شباب تكون مدموجة مع التزليل اللي جنبها مدموجة مع البشرة فاهمين وجهة نظري فبالتالي لازم ندمجها بالراحة من الاطراف كده مع التزليل الاصفر او الجمل اللي احنا عملناه بالشكل اللي قدامنا ده لحد كده الخطوات سهلة طبعا لم صورتش عليه لاني صورت لكم فيديو تقريبا اول مبارح عن العين فلما شافش الفيديو بتاع اول مبارح وحابب يشوف العين بتترسم ازاي وروح يشوف الفيديو هنلاقيه تحت وراء ده لطول او قبل ده على طول هتفيدك وان شاء الله رسمنا في عين الشخص التاني اللي هو على الشمال ده الموضوع بسيط جدا يا شباب دلوقتي بدأت اخش بالدرجة الاغمى من الدرجة الجملة اللي هي الدرجة البن المحمري دي او اللي هي رمي على برتقان شوية برضو طبعا انا بحط الدرجات دي على حسب الالوان الصورة او الدرجات اللي موجودة في الصورة الاصلية طيب لو انت مش عارف تطلع درجات الصورة انا برضو كنت عامل درس كامل بعرفكم او بعلمكم ازاي نقطع نطلع درجات اي صورة او اي برتقاني هنرسمه فلما شافش الدرس ده يروح يتفرج عليه برضو تمام يا شباب واحاول اصابلوكو في شاشة النهية برضو في الاخر في اخر الفيديو ده عشانت لدي ما شافوش تفرج عليه لانه مفيد جدا جدا بيعلمك ازاي ده تقدر تطلع درجات اي صورة هترسمه دلوقتي بدأت تنزل تحت لو تلاحظوا لانا في المناطق الصغارة خالص شباب او في الخطوط الصغارة خالص بستخدم انا مخشب لانا مش كل درجات البستل متوفرة معي انا لما اشتريت الوان بستل كنت مشتري درجات البشرة فقط انما في درجات كتير او مش موجودة معي للاسف فبتطر ادخل الوان خشب مع البستل لو انت مبتدئ هتلاقي في مشكلة شوية بالنسبة لك انك تدخل خلطين مع بعض فانت اخليك في البستل او في الخشب تمام؟ دلوقتي بدأت هو درج الخد من الجوة البرا مضوصة هل جدا دي الاداية اللي انا بكلمينكم عليها يا شباب بيكون السن بتاعها عبارة عن مطاط كده حاجة جلد فبالتالي لما مدمج بيها ما بتشلش البستل طبعا كلنا عارفين ان ان الالم الدمج على متسيح يعني برضو بيشيل نسبة سخيرة من البستل لو استخدمنا مناديل هتشيل البستل لو قط هتشيل البستل فبالتالي المطاط ده بيضغط البستل لكن مفيش اي فرصة انه يشيل منه او يخف منه فهمينه جدا نظري دلوقتي مكملين في الانف نفس الدرجات او في نفس الخطوات اللي اشتغلنا بها في الاول حطينا الجملي اللي هو الفاتح اي هبدأ لحد الخط بتاع الخد طبعا عارفين الابتسامة بيكون سعب خط كده في الخد خط تقيل شوية والخط ده بيتدرج زينا شايفين كد حط الدرجة الجامعة هنا على طول لان الجامعة ده جامعة الاضاءة في قليلة فمش هنلاقي في جامعة كتير زي اللي حطنا فوق كده طبعا البروترين هنا يا شباب باش ان كونوا وقدين بنا بس عمره ما هيظهر كامل او ملامح مش هتظهر كاملة الا لما نعمل الدقن لان الشخص الدقن والشعر طبعا لان الشخص هنا عنده دقن عنده دقن كاسيفة جدا زي ما انتم شايفين انا عمل لها اوتلين فبالتالي عمرها ما هتظهر غير لما يتعامل الجزء الجامعة او الداكن اللي في الدقن ده فهمين وج نظري ولا ايه فما حدش يحكم على الصورة بتاعته او الرسمة بتاعته الا لما يخلص تقريبا سبعين في المية منها تأميام يا شباب عشان في ناس بتحبط بسرعة بتحس انها ما جابتش نفس الالوان ولا نفس الملامح لأ متحكموش على دلوقتي لازم تخلصوا على الاقل سبعين في المية بالذات الصورة اللي بيكون فيها دقن زي كده لكن لو بشرة نعمة يعني لو شخص بشرة نعمة بنت مثلا مش هتظهر بسرعة هتظهر معكم بسرعة كملت بالأداء اي منطقة صغيرة او رفاعة بحس لنا اصابع مش هيجبها او صابع هيبهدل الدنيا فيها فباستخدم الادايا اللي هي رفاية على نوريتها لكم شوية للدمج فبيكون الموضوع اسهل بكتير جدا 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 دلوقتي انا بستخدم انا بخشب نفس تقريبا نفس اللون الدرجة اللي انا بستخدمها دي اهو لو بيكون افتح لون في العلبة الخشب بالاربعة شهرين في بريكاستل باستخدمه بكل شهولة اي حاجة محتاجة تضاف في الدرجة اللي انا استخدمها دي الاضاءة بوسع على اضاءة شوية باللون الابيض بعد كده زي ما اتفقنا فوق بدمجها مع الدرجات اللي جنبها او مع البشرة اللي جنبها بحيس ما ببنليش كأنها بقعة فاعة جدا او بقعة ظهرة جدا وبواز للشكل الواقعي بتاع البرترية انت شايفين بكرر نفس الخطوات مش اي حاجة جديدة يا شباب الراحة خالص دلوقتي بدأت اخش بالبني المحمر اللي هو الخشب زي ما اتفقنا فقم لمش اتدر latte باستل معي عشان ناس تقول انت لاي بدخل خشب مع الباستل انا مش كل درجة الباستل معي يعني انا مش جاي باعل Βاستل كاملة انا جاي بدجة البشرة بس فهتلاهوا مسلا البرتواني البني اللي هو الغامق شوية الكلام ده كله مش موجود معي في الباستل فباتطر ادخل خشب لسي او مش مشكلة ودخلت خشب مع الباستل يعني مش هقول لك لا بداية تخش في المنطقة اللي في النص لانف براها خالص نفس الخطوات الشباب بعمل الاطراف الغامقة باكاية بدمج ليه هنا استخدمت الادة بقى؟ لان طبعا انف صغيرة جدا مش بنفس حجم الجبهة او الخد فبالتالي لو دخلت صباعي هيبوز الدنيا فبالتالي لازم ادرج براها خالص من غامق كده من تحت لفوق لفاتح اتنا نكونوا فاهمين الشرح والشرح يكون بسيط المعضوه مش صعب انا كنت واحد من الناس بخاف من خامة البستل جدا لكن بالتجربة بقيت بحبها جدا 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 واكتشفت كمان اللي معظم الناس متعرفوش انه بيدي وقاية اكتر من الالوان الخشب يعني البستل بيدي وقاية اكتر من الالوان الخشب ومن مستو يعني لو قررنا من الفحم والرصاص مثلا هلاقي ان الرصاص بيلمع لو حبيت عمل بيه درجة جمئة بيلمع والفحم ما بيلمعش البستل وخشب نفس يعني نفس المقارنة يا شباب هنلاقي ان الخشب لو حبيت عمل بيه درجة جمئة بيلمع معي وبيديني درجة مش لطيفة البستل اللي عملت بيه درجة جمئة عمره ما بيلمعه دي ميزة من ميزات البستل يعني عشان كده انا احبيته جدا وبقيت بفضله بصراحة في كل الشغل التاعي فانتو جربوا ويتحبه جدا ومش هتبطلوه يعني مجرد بس ما تفهموا اسراره كده مش هتبطلوه وان شاء الله بالفترة اللي جاية هاملكم درس اكتر عنه في البستل اللي انا عوقها لهم ان شاء الله اهم حاجاش بيه بفكركم لو لست مشتركتوش تنزلوا تشتركوا دلوقتي من الزر الاحمر رتحت الفيديو مكتوب على شتراك او سبسكرايب تفعلوا زر الاشعارات او زر الجرس عشان توصل لكم اشعارات كل درسة بننزلوا اي بنازل درس جديد كل يوم وطبعا ما تنسونيش بالدعم والدعم بتاعكو هو انكم تعملوا لايك على الفيديو عشان يوصل لاجبال عدد ممكن من اللايكات وانتشر وتشيروا القناة لاصدقائكم لو عارفين حد من اصدقائكم حابب يتعلم الرسم اديو لينك القناة او اسم القناة علشان يشارك معنا ويستفاد ان شاء الله نرجع تاني زي ما ان شايفين بكر نفس الخطوات حطيت البني او منش البني نقول عني مثلا الورنج مد على البني شوية اورنج مطفي لان طبعا كننا عارفين ان البرتاني بيكون يعني يفائع عن كده كتير حطيته وبدأت براها خالص احط الاضغاط ودلوقتي ابدأ ادرج الخد اول حتة بتاعة الابتسامة دي خط بتاع الابتسامة بادرجه من غامق الفاتح طبعا ما بيصيبوش خط صريح كده كل ما بيعد الوقت وكل ما بيزود خطوة زيادة الوجه زي ما تلاحظوا كده شباب بيظهر بيظهر اكتر بيظهر اكتر فبالتالي الموضوع محتاج من هدوء مش محتاج منه سرعة متعود دايما وانت شغال في اي خامة سواء خشب رصاص بسطل اي حاجة تكون ايدك هادية وتكون عندك صبر يعني ما تستعجلش بسرعة البرتري عز هدوء يا شباب انت لو بترسم طبيعة مناظر طبيعية مثلا او دي ممكن ترسمه بسرعة ما تخدش منك وقت كبير جدا زي البرتريك البرتريك انتظر وقايته او السلاح سري فيه هو الهدوء والصبر تمام يا شباب تكمل زي ما احنا كل اللي بعمله دلوقتي ان انا بضرق دلوقتي هبدو اطلع فوق اغمق فوق شوية في الحتة اللي انا كنت عاملها في الاول خالص لاحظت ان الجامبين فيها اغمقين شوية كل طبعا ما بغمق او زي ما اتفقين اللون الجامق اهو اللي بيظهر واقعات البرتريك كل ما اغمقت كل ما احس ان الوش بيبرز معي لان انا بضعف له درجات زيادة تمام يا شباب طبعا انا مش اغمق القورة كلها انا بغمق الاطراف بس اللي في الجامع اتمنى تكونوا فاهمين الموضوع اللي انا بتكلم في ده موضوع صحلي جدا ومش مستاهل انه ما يتفهمش تعالوا نصرع شوية بقى ونشوف النهاية كده هتكون عاملة ازاي بكده فاني انكم وصلنا لنهاية الدرس بتاعنا اتمنى يا رب تكونوا استفدتوا وان شاء الله هحاول اصور لكم برضو باقي الخطوات بتاعة الوجه اللي هو ادقني يعني نرسم الداني ازاي بالبستل والخشب برضو عشان تتفادوا كده اقصى استفادة بفكركم تاني لو استعملوا اشتركوا الوقت وما تنسوش طبعا تدعموني باللايك على الفيديو واستنوني في درسة بكرة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته